اجتماعات الأمم المتحدة في سنة 2020 عن بعد وهي عملية وكانت هذه الاجتماعات عملية تحضر لها بتدأت من 2019 في إطار ما يسمى ببيكين زائد 25 يعني توصيات مؤتمر ببيكينت 1995 25 سنة فيما بعد هذه التوصيات أو هذه الدينامية ادت في سنة 2020 إلى إطلاق ما سمي بدورة جديدة في دفاع عن قضايا المساوات تحت شعار جيل المساوات سميت هكذا جيل المساوات وانطلقت العملية للأجراءة 2021-2022 وهكذا دولي التوصيات ديال ببيكين زائد 25 تركز على القضايا المساوات طيب العنف الزوجي والعنف المبني على النوع قضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية قضايا المساوات الاقتصادية قضايا التكنولوجيا ومساوات النوع لن أفصل فيها لأن الذي سنحتاج للتفصيل فيه كيف تم تنزيل هذه القضايا على حالتنا المغربية وخلص المؤسمر إلى اعتماد آلية إرساء تحالفات تحالفات في تجمع الدول والمنظمات من أجل الضغط على كل محور محور أو جعل هذه التوصيات بمثابة سياسات عملية في البلد وتم عن طريق دينامية هذه التحالفات تم تبلورة 2700 التزام المغرب كانت له حصته وهي التي سأتي إليها وتعبئت بالنسبة لي تعبئت ما يناهز 40 مليار دولار إذن عندنا توصيات حولت الالتزامات بحسب الدول والمناطق ووضعت تحالفات من أجل التتبع تنفيذ تلك الالتزامات ووضعت موارد مالية لذلك إذن هذه التوصيات هالالتزامات ما ينبغي القيام به تمويل دياله ومن سيتتبع تنفيذ دياله في حالتنا المغربية كيف ترجم ذلك عمليا؟ المغرب ملزم يقدم واحد تقرير دوري للجنة وضع المرأة وهذه اللجنة داخلها كان لجنة معنية بقضايا تمييز ضد المرأة وحدثت في إطار الاتفاقية ديال المكافحة تمييز ضد المرأة هذه اللجنة كان عند الجماعة ديالها الخاص بالمغرب في يونيو يوليوز الفين واثنين وعشرين بمعنية أحدث وثيقة بالنسبة إلينا تحدد شنو هي التوصيات والالتزامات وشنو الأمور التي قدمها المغرب بالتقرير في حوالي 15 صفحة ولكي بنسبة إلي أول شيء ما زال الموقف الأممي يركز على سحب التحفظات كلها بدون استثناء كانت العملية ديال سحب إعلانات وتحفظات في أبريل 2011 بالنسبة إلينا بغير كافية الآن المادة جوج والمادة 15 أربعة خاصة المادة جوج اللي عندها علاقة بالقضية ديال وراثة العرش بالنسبة إليه رغم أن المغرب في الجماعة قال بوضوح راهد تحفظات لا يوجد إشكال لأن الشريعات الوطنية مشات في اتجاه المساواة بالنسبة إليهم الفقرة 12 من توصية لجنة وضع المرأة قالت سحب الإعلانات بموجب التفسيرية بموجب المادتين جوج والخمستاش من الاتفاق هذا موقف وهو تابت ومؤكد مسألة الثانية واللي أيضا يعني تم توضيح ديالف وهي أن المغرب مطالب بإجراء استعراض تشريعي شامل بمعنى أن يدير مسح لكل القوانين بغد النظر على مدونة الأسرة إجراء استعراض تشريعي شامل بغية تعديل أو إلغاء جميع القوانين التي تميز ضد المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفي التوصيات كيف يكونوا بعض النماذج المرتبطة بذلك ما شاء الإرتائية جاية أنا قد نذكر هذيك الأمثلة اللي هي محددة بنسبة إليهم في الفقرة 24 منتقر إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي ديال العلاقات الجنسية هكذا تحت العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج الفساد المادة 490 وجاءت هذه الفقرة 424 التي هكذا تقول لجنة تحت على اتخاذ تذبير لازمة لإلغاء المادة 490 من القانون بمعنى الفساد لم يبقى فسادا ولا سيما من أجل كفالة عدم تعرض نساء ضحايا العنف الجنساني لخطر توجيه التعام إلينا بمجاب هذه المادة لأن في المبارسة كي بنسبة يعني الحالة ديال الزوج مع مرأة غير متزوجة الزوج كي يجيه التنازل فكي تتحليه المشكل والمرأة كي كتبقى متابعة في الواقع الحالي دول الواقع لا غير الرجل مكيعطيش التنازل ديال مش الرجل زبايد مرأة غير متزوجة إذن حتى الرجل يتابع حالة ما يدامك لم يكن متزوجا بالفساد ويدخل السين تمام لا المتابعة قائمة ثم إلغاء المادة 489 هي المتعلقة وهكذا أنا نقرأ لكم الجملة كيف تقدم الأمم المتحدة من القانون الجنائي أن هذه المادة تعرض النساء المثليات ومززوجات المي الجنسي ومغايرة لهوية الجنسانية وحاملة صفات الجنسين لخطر عقوبات جنائية يعني هذا نصريح تشجيع على الشدود الجنسي إلغاء جريم المرتبط به هذا بشكل أدق ثم توصية المتعلقة بالمدونة للأسرة ديرين واحد صف إلغاء المادة 20 من قانون الأسرة دون إبطاء بحيث لا يسمحوا بعد الآن بالاستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج يبقاش حد أدنى كان 18 العام 18 لعام إلغاء تعدد الزوجات وكفالة تطبيق مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة أيضا على إنهاء عقود الزواج أحكام قانونية تكفل للمرأة عند فسخ الزواج حقوقا متساوية في الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج تماشيا مع المادة 61 واحد حاء من اتفاقها بمعنى عقد ملحاق أو الإتبات لا في القانون ثم تعديل جميع الأحكام تمييزية المتبقية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالطلاق وحضانة الأطفال والميرات دون إبطاء وبتشاور مع المجتمع المدني ولا سيما المنظمات النسائية أنا كنقرأ عليكم كنقرأ عليكم الأمور بتعديل جميع الأحكام تمييزية اللي فيها تمييز ضد المرأة تمييزية المتبقية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالطلاق وحضانة الأطفال والميرات الإرت دون إبطاء وبالتشاور مع المجتمع المدني ولا سيما المنظمة النسائية إلى جانب ذلك تعديل المادة 354 من قانون العقوبات لإلغاء جريم الإجهض عندما يكون ذلك ضروريا لحماية صحة المرأة بما في ذلك حسن أحوالها الجسدية والعقلية والاجتماعية وفقا لتعريف الصحة الذي أقررته منظمة الصحة العالمية عام 1948 هذا هو التوصيات يعني صرت تعليكم الإجهض كاملا ثم وضعت اللجنة وحد المسترات للتتبع أن اللجنة تطلب من المغرب أن يقدم في غضون سنتين معلومة تخطية عن تنفيذ الخطوات المتخذة في هذه الفقرات خاصة الفقرات 24 أربع 24 اللي تحدث عليه اللي تتعلق بالمرأة بالمدونة الأسرة والأحكام ديالها والربعين المتعلقة بربعين اللي متعلقة بمدونة الأسرة والربع وعشرين اللي متعلقة بالعنف الجنسي وما يرتبط به وما يتعلق به من أمهات غير متزوجات وغير ذلك من أمهات من أمهات المترجمات